كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعرض بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فإن العزلة من المتطلبات في زمان الفتن يستحب للعبد أن يعتزل في أمان وفي زمان وفي أوان الفتن أن يفر الإنسان بدينه ويقبع في بيته يعبد ربه سبحانه وتعالى لا سيما عند فساد الأزمان كان بعض السلف يقول لو لم يكن في العزلة إلا أن الإنسان يتنكب الغيبة لكفى يعني العزلة لو ما فهاش غير إن الإنسان يا أخوانا بيكف لسانه عن الغيبة ماصلين تطالما أنك انت خالطت ناس ودخلت معهم طبيعي جدا أتخوض في ذلك لأن دي عادة مجالس الناس مجالس الناس لا تخلو من الغيبة ومن النميم على حد قول القائل لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقالي هو ده لقاء الناس من قيل وقالي فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حالي وكما قال الآخر زمان كذا زمان سوء أو زمان كذا زمان لزوم بيت وحفظ للسان وخفض صوت إنسان يا أخوانا يختلي كما قلت يعيش مع نفسه هذا أفضل من الإنسان يخالط أناسا يضرونه ويعودون عليه بالضرر ضرر الديني والضرر الدنيوي لأنك أنت لما تمازج هؤلاء طبيعي جدا ستحمل وزرا معهم ستحمل وزرا معهم لأنك لم تأمرهم ولم تنهاهم على حد قول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه قال من خالط الناس لم يسلم من إحدى إثنتين أن يخوض معهم إذا خاضوا في الباطل أو يسكت إن رأى منكرا ويأثم في ذلك ويؤيد ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه لما قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال إنكم تقرؤون هذه الآية على غير مرادية وذلك أنكم تضعونها في غير مواضعها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك الله أن يعمهم بعذاب من عنده ودي أخوانا وظيفة العلماء وظيفة أهل الديانة لهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأن الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة العذاب إذا جاء يعم الناس جميعا وفي حديث أم سالمة رضي الله عنه الذي راه أحمد وغيره قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فالأمر بالمعروف وأنه على المنكر ده أمر ده مطلب شرعي هذا مطلب شرعي كان طاوس بن كيسان رحمة الله أو مسروق عفوا كان مسروق رحمة الله عليه يقول قال قال المرء إن المرء حقيق أن يختلي بنفسه في ساعات يحاسب نفسه إنك أنت تعب مع نفسك كده تحاسب بقى أي محاسبة الشريك الشعيح إحنا عملنا النهاردة طب إحنا ده إحنا أصرنا في كذا وعملنا كذا وتكلمنا بكلام مثلا مالوش لازمة في كذا وكذا وكذا الإنسان يحاسب نفسه وحاسبة الشريك الشحيح مش إن الإنسان الحبل على غريب جدا لنفسك نفسك أنت عملت طوى نفسك في كل شيء لا طبعا ده ما يصلحش هذا لا يصلح لا يصلح إن الإنسان يرخي العنانة لنفسه لأن نفسك ستودي بك لأن هذه النفس وصفها خالقها سبحانه وبحمدي إن النفس لأمارة بالسوء نفسك مش تقولك تعال نصلى ركعتين تعال نقرأ جزء القرآن لا النفس عايز إيه عايز الراحة وعايز الدعا وخلاص دي طبيعة النفس البشرية لكن نفسك أنت تأخذها قسرا وقهرا وجبرا على الطاعة والقربة من الله عز وجل فالمفروض يقوم إن الإنسان يجاهد نفسه يجاهد نفسه عن مخالطة من لا يصلح لا تخالط أناسا يضروك أناسا لا يقدمونك إلى الله عز وجل خطوة ففي اعتزال أمثال هؤلاء أفضل كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول إياكم والجلوس إلى أهل البصطة الجماعة لهم إيه مترفين يعني الجماعة لهم أثرياء أغنياء يعني قال فإن مجالستهم مسخطة للرزق لكنك إنت لما تجالس هؤلاء الجلوس إلى هؤلاء يقس القلب على حد قول عون بن عبد الله قال كنت أجلس إلى الأغنياء فلا أزال مغموما حزينا كئيدا قال كنت أرى ثوبا أفضل من ثوبي ودابة أفره من دابتي فكان ينقلب مغموما وإنت لما تعب مع الناس اللي هم العاليين دول تجد أنت تبصي إلى عربتك كحيانا ولا تجد أن تبصي للبدلة اللي هي بثلاثة تعريفة دي لا طبعا ما هتبصي أنت هتلاقي واحد ركب عربية أفضل من عربية تجد أصلا ما فيش أصلا لا ما توزيش جنبيها حاجة أصلا وتلاقي واحد لابس بدلة بكام ألف فالجلوس إلى أمثال هؤلاء كما قلت يقسي القلب يقسي القلب ولذلك كما قلت كان الحسن رحمة الله على قول كان يتلو قول الله تبارك وتعالى واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون كذلك الإمام المزني رحمة الله عليه المزني ده هذا الصاحب الشفعي كان فقيرا فخرج يوما من مسجد الفسطات لو مسجد عمر بن عاصية فخرج ذات يوم من مسجد الفسطات فرأى عبد الله بن عبد الحكم وده أحد أساطين العلماء في زمانه أيضا فرآه وهو يمشي متبخترا وكان يلبس ثيابا جميلا وكان يركب جوادا فارها فارها فتلى عبد المزني هذه الآية واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ثم قال اللهم إني أصبر وأرضى اللهم إني أصبر وأرضى يعني بهذا الفقر فالإنسان يا أخوانا كما قلت لا يجالس إلا من ينفعك لحظه قبل لفظه لفظه نسأل الله عز وجل لنجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتابعون أحسنه وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر